السلام عليكم أعزائي تلميذ الصف الثالث الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار نهائي مادة العلوم للفصل الدراسي الأول العام الدراسي 1446 هجريا وسأل الأول ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات الآتية ولدينا هذه المصطلحات التكيف الموطن البذرة التحول البناء الضوئي واحد عملية تصنع فيها النباتات غزاؤها هذه هي عملية البناء الضوئي اثنان سلسلة من المتغيرات التي يمر بها المخلوق الحي في نموه هذه التحول هذا تعريف التحول ثلاثة تركيب يمكن أن ينبت لينمو ويصبح نبات جديد هذه هي البذرة هذا هو تعريف البذرة أربعة مكان يعيش فيه المخلوق الحي هذا هو الموطن خمسة سلوك أو تركيب يساعد المخلوق الحي على البقاء هذا تعريف التكيف نختار بعد ذلك الإجابة الصحيحة أي مما يلي يعتبر مخلوق حي الرمل النبات الهواء المخلوق الحي هنا هو النبات اثنان من أنواع المحللات الأسد البكترية والديدان أم الفراشة من أنواع المحللات البكترية والديدان تقوم بعملية تحليل الكائنات ثلاثة ينتج المخلوق الحي أو ينتج المخلوق الحي أفراد من نوعه هذه الحركة أو التكاثر أم النمو هذا هو التكاثر عن طريق التكاثر ينتج المخلوق الحي أفراد من نوعه أربعة ادخال مواد ضارة إلى البيئة هذا يسبب الانقراض أم التلوث أم التدوير هذا هو التلوث التلوث تعريفه إدخال مواد ضارة إلى البيئة خمسة تغير يحدثه الإنسان في البيئة الزلازل أم الحرائق أم النمو ما يحدثه الإنسان في البيئة تغير الذي يحدثه هو الحرائق ستة يسمى أول مخلوق حي في السلسلة الغزائية المحلل المنتج أم المستهلك يسمى المنتج أول مخلوق في السلسلة يسمى المنتج سبعة تكيفات الحيوانات الصحراوية السباحة الهروب ام النشاط ليلا النشاط ليلا هو من تكيفات الحيوانات الصحراوية ثمانية استخدام الشيء اكثر من مرة هذا يسمى استهلاك ام ترشيد ام اعادة استخدام هذا هو اعادة الاستخدام استخدام الشيء اكثر من مرة تسعة الحيوان الذي يصطاد غيره هل هو فريسة ام مفترس ام محلل هو مفترس الحيوان الذي يصطد غيره يسمى المفترس عشرة مورد يحتاجه المخلوق الحي الهجرة أم الماء أم الاختباء المورد الذي يحتاجه الكائن الحي هو الماء ننتقل إلى السؤال الثاني ما هي أجزاء النبات التي تقوم بالوظائف التالية أولا صناعة الغذاء الذي يقوم بصناعة الغذاء هو الورقة الورقة هي التي تقوم بصناعة الغذاء في النبات نقل الماء والأملاح هذه مهمة الساق يا أبنائي هو الذي يقوم بنقل الماء والأملاح تثبيت النبات في التربة هذه مهمة الجيد ننتقل بعد ذلك إلى باء نضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة البرمائيات والحشرات تبدأ دورة حياتها بالبيضة هذه عبارة صحيحة أو الجزء المذكر عفوا في الزهرة ينتج حبوب اللقاح هذه عبارة صحيحة تحتاج المخلوقات الحية لكي تعيش إلى صخور هذه عبارة خاطئة الخلايا صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة هذه عبارة صحيحة يتكون النظام البيئة من مخلوقات حية وغير حية هذه عبارة صحيحة تحصل معظم المنتجات أو المنتجات على الطاقة من الشمس هذه عبارة صحيحة التدوير وأعادة الاستخدام يضر البيئة هذه عبارة خاطئة التدوير هذا ينفع البيئة ولا يضرها يؤدي الصيد الجائر إلى انقراض الحيوانات هذه عبارة صحيحة الصيد الجائر أو الصيد بكثرة يؤدي لانقراض الحيوانات المخلوق الذي ينتج الغذاء يسمى منتج هذه عبارة صحيحة الثمار تركيب أو جزء يحمل داخله البذور هذه عبارة صحيحة الشبكة الغذائية مجموعة من السلاسل الغذائية المترابطة هذه عبارة صحيحة من طرق تكيف الحيوانات المحيط الهجرة هذه عبارة صحيحة أيضا ننتقل بعد ذلك للسؤال الثالث نرتب السلسلة الغذائية التالية من واحد إلى أربعة فنجد على رأس هذه السلسلة هو النبات فهذا رقم واحد ثم رقم اثنان هذا الفأر ورقم ثلاثة ورقم أربعة أخيرا في هذه السلسلة هي التي تتغذى إذن رقم اثنان يتغذى على رقم واحد رقم ثلاثة يتغذى على رقم اثنان ورقم أربعة يتغذى على رقم ثلاثة هذه السلسلة غذائية مثل حسب المطلوب حيوان مستهلك ما هو هذا الحيوان المستهلك هو الأرنب مثلا حيوان مستهلك من الكوارث الطبيعية البراكين من الكوارث الطبيعية أو الزلازل من موارد البيئة لدينا الماء من موارد البيئة ولدينا الهواء أربعة تكيف تركيبي سنام الجمل سنام الجمل هو تكيف تركيبي خمسة حيوان مهدد بالانقراض لدينا غزال الريم مهدد بالانقراض غزال الريم هذا من الحيوانات المهددة بالانقراض في الشكل التالي أي مرحلة من نمو الضفضع مفقود هنا المفقود هنا في هذه المرحلة المرحلة المفقودة هو مرحلة الضفضع الصغير هذه هي المرحلة المفقودة ضفضع صغير هي المرحلة المفقودة في هذا في مراحل النمو هذه هكذا أعزائكم قد أنهينا هذا الاختبار ألقاكم في اختبارات أخرى إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة وبركاته